اليوم جناب الشيخ خميس الخنجر زعيم أهل السنة والجماعة القائد العراقي أعزه الله توجه أيضا بالمباركة لأهالي مدينة الرطبة الكرام لعودة التيار الكهربائي الوطني بعد انقطاع دام لعشرة سنوات ماضية الشيخ خميس الخنجر عزه الله جدد الثقة والتأكيد على التعاون مع حكومة الأخ محمد الشياع السوداني لإنجاز البرنامج الحكومي وتحقيق الخدمات للشعب العراقي الكريم ومؤكدا بأن هذه الخطوة خطوة الإيفاء لأهالي مدينة الرطبة الكرام بإعادة التيار الكهربائي الوطني إليهم بعد انقطاع دام لعشرة سنوات هي الخطوة الأولى في خطوات أخرى تؤكد عليها الإرادة الشابة لحزب السيادة بأنه حزب جاء من معاناة العراقيين ويحمل همومهم ويحمل طموحاتهم كما يحمل راية العراق عالية في أعلان السماء وإن ذلك هو تأكيد للالتزام الوطني مع أهلنا العراقيين ترجمة نانسي قنقر